أعزائي طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد بالتواجد معكم اليوم لشرح هذا الدرس من مادة العلوم الوحدة التاسعة الفلزات وعنوان الدرس هو كيف يمكن الاستفادة من خصائص الفلزات أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يصف خصائص أحد العناصر الفلزية واستخداماته يعد خريطة مفاهيم لخصائص عناصر فلزية مختلفة واستخداماتها التهيئة ماذا تعلمنا أبناء الطلاب في الدروس السابقة تعلمنا أنه يمكن تصنيف العناصر إلى فلزية ولا فلزية وتعلمنا أيضا أن العناصر الفلزية لها قابلية للطرق والسحب وموصلة جيدة للحرارة والطيار الكهربائي نشاط افتتاحي في الكتاب المدرسي الصفحة الثانية عشرة اقرأ هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز تم في الآية الكريمة ذكر اسم عنصر فلزي أنزله الله سبحانه وتعالى في الأرض ما هو هذا العنصر؟ بالفعل أبنى الطلاب إنه عنصر الحديد سم خاصية هذا العنصر الفلزي التي تجعل منه عنصرا مفيدا أحسنتم إنها خاصية المتانة والقوة اقترح سبب استخدام الناس لهذا العنصر الفلزي بالفعل أبنى الطلاب يستخدم الناس هذا العنصر الفلزي هو عنصر الحديد بشكل كبير وذلك بسبب قوته ومتانته نشاط واحد في الكتاب المدرسي الصفحة الثانية عشرة مستخدامات العناصر الفلزية سوف يزود معلمك كل مجموعة بإسم عنصر فلزي ذهب، نحاس، حديد، ألمونيوم للبحث عن معلومات حوله وبنموذج بطاقة تعريف عنصر فلزي يوضح الشكل 9-17 نموذج بطاقة تعريف عنصر فلزي استخدم جهازا متصلا بالإنترنت للبحث عن معلومات حول عنصر فلزي هذا الجدوى الأبناء الطلاب يوضح اسم العنصر الفلزي وخصائصه استخداماته في الحياة اليومية واستخداماته في المجال الصناعي نبدأ أولاً مع عنصر الذهب يتميز الذهب أنه لامع وقابل للتشكيل يستخدم في صناعة المجوهرات ويستخدم في مجال الصناعة في صناعة الإلكترونيات أما عنصر الفضة فهو لامع وقابل للتشكيل يستخدم في صناعة المجوهرات والحلي وفي مجال الصناعة يستخدم في صناعة الزجاج والمرايا عنصر النحاس موصل للحرارة والكهرباء ويستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء وفي مجال الصناعة يستخدم في صناعة أواني الطهي الحديد يتميز بالقوة والمتانة ويستخدم في الحياة اليومية في المباني والجصور وفي مجال الصناعة في صناعة السيارات الألمونيوم يتميز بأنه خفيف وموصل للحرارة يستخدم في صناعة الأبواب والنوافذ وفي المجال الصناعي يستخدم في صناعة هياكل الطائرات أسئلة المتابعة في الكتاب المدرسي الصفحة الثالثة عشرة اكتب أسماء أربعة أشياء من الحياة اليومية متوفرة في منزلك صنعت من عناصر فلزية هناك عدة أشياء أبناء الطلاب في منازلنا مصنعة من عناصر فلزية ومن أشهرها أسلاك الكهرباء أواني الطهي مقابض الأبواب ومفاتيح الأبواب اكتب استخداما واحدا للعنصر الفلزي الذي بحثت عنه هنا أبناء الطلاب تعتمد الإجابة على العنصر الفلزي الذي بحثت عنه مع مجموعتك وهنا نأخذ إجابة إحدى المجموعات وكانت تبحث عن عنصر الحديد الذي يستخدم في صناعة السيارات وفي المباني والجسور ما الخاصية الموجودة في هذا العنصر الفلزي والتي تجعله مناسبا لهذا الاستخدام ما الخاصية التي تجعل من عنصر الحديد مناسبا لاستخدامه في صناعة السيارات وفي المباني والجسور بالفعل أبناء الطلاب إنها خاصية المتانة والقوة يوضح الشكل المقابل منحوطة موجودة في القرية الثقافية كتارا الدوحة قطر استخدم الإنترنت لمعرفة العناصر الفلزية التي تتكون منها هذه المنحوطة البرونز والفلاذ المقاوم للصدق وعنصر الألمونيوم عدد بعض المنحوطات الفلزية المشهورة في دولة قطر برج قطر المنحوطات التي تنتشر على كورنيش الدوحة ابحث عن العناصر الفلزية التي تتكون منها هذه المنحوطات يتكون برج قطر من الفلاذ وتتكون المنحوطات التي تنتشر على كورنيش الدوحة من البرونز نشاط اثنان في الكتاب المدرسي الصفحة الرابعة عشرة مستخدامات بعض العناصر الفلزية الأخرى في هذا النشاط أبناء الطلاب مطلوب مننا تصميم خريطة مفاهيم توضع خصائص بعض العناصر الفلزية واستخداماتها ودعونا الآن نستعرض هذه الخريطة العناصر الفلزية لها خصائص ولها استخدامات وسوف نذكر أمثلة الخصائص منها اللمعان لذلك تستخدم في صناعة المجوهرات مثل الذهب والفضة التوصيل الجيد للطيار الكهربائي لذلك تستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء مثل عنصر النحاس أيضا الصلابة والمتانة لذلك تستخدم في المباني والجصور مثل الحديد خاصية القابلية للتشكيل لذلك تستخدم في صناعة النقود المعدنية مثل عنصر النحاس وأخيرا مع خاصية التوصيل الجيد للحرارة لذلك تستخدم في صناعة أواني الطهي مثل عنصر الألمونيوم أسئلة المتابعة في الكتاب المدرسي الصفحة الرابعة عشرة ما هو العنصر الفلزي الأفضل لصنع المنتجات A و B و C اختر عنصرا فلزيا من هذه العناصر الفلزية والعناصر هي الذهب، الفضة، النحاس، الحديد، الألمونيوم والمنتجات هي A، قلادة، B، الفولاذ، C، أسلاك الأجهزة الكهربائية لو نبدأ مع القلادة، ما هو العنصر الفلزي المستخدم لصناعة القلادة؟ بالفعل لأبناء الطلاب من الممكن أن نستخدم الذهب أو الفضة الفولاذ بالفعل يستخدم الحديد أسلاك الأجهزة الكهربائية يستخدم عنصر النحاس لماذا يستخدم الألمونيوم بدلا من الذهب في صنع هيكل الطائرة؟ بالفعل أبناء الطلاب لأن الألمونيوم مادة خفيفة جدا ومنخفضة الكثافة ومتينة وثمنها مقبول إن قورنا بالذهب يوضح الشكل أطفالا يؤدون العرضة في اليوم الوطني لدولة قطر حيث السيوف التي يستخدمونها مصنوعة من عناصر فلزية أذكر ثلاث خصائص تلزمك لصناعة السيوف ما هي الخصائص الواجب توافرها في العناصر المستخدمة لصناعة السيوف أبناء الطلاب؟ بالفعل إنها الصلابة، اللمعان، إمكانية الثاني والتشكيل، إمكانية السحب، أن يكون خفيف الوزن يسهل حمله كل هذه خصائص لا بد أن تتوافر في العناصر الفلزية المستخدمة في صناعة السيوف ما العنصر الفلزي الذي يستخدم لصنع السيوف؟ ما هو أبناء الطلاب؟ بالفعل، يمكن أن تصنع من الفضة أو الفولاذ أو الألمونيوم وهذا يعني أن هناك أكثر من عنصر فلزي يمكن استخدامه لصناعة السيوف ماذا تعلمنا أبناء الطلاب في هذا الدرس؟ تعلمنا أن جميع العناصر الفلزية لها خصائص تميزها عن سواها من العناصر وهذا ما يجعلها مناسبة ومفيدة لاستخدامات متعددة وتعلمنا أيضا أن النحاس يمتلك قابلية للسحب وهو موصل جيد للطيار الكهربائي لذلك يمكن تحويله إلى أسلاك للأجهزة الكهربائية كذلك تمتلك الفضة والذهب قابلية عالية للطرق مما يجعل منهما عناصر مناسبة للثني والتشكيل في صنع المجوهرات أيضا يعد الحديد مادة صلبة جدا وهو يستخدم لصنع الفولاذ المادة المهمة المستخدمة في البناء إضافة إلى أن الحديد يستخدم في صناعة المغانط التقويم في الكتاب المدرسي الصفحة الخامسة عشرة ما الاستخدام الشائع للفضة؟ هل هو السيوف أواني الطهي المجوهرات الجسور أحسنتم أبناء الطلاب الاستخدام الشائع للفضة هو صناعة المجوهرات ما خاصية النحاس التي تجعل استخدامه مناسبا في صناعة الأسلاك الكهربائية؟ هل هي التوصيل الجيد للحرارة؟ قابلية السحب والتوصيل الجيد للطيار الكهربائي؟ بالفعل أبناء الطلاب يستخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية لأنه موصل جيد للطيار الكهربائي وقابل للسحب أي من هذه العناصر الفلزية يستخدم في صناعة الفولاذ؟ هل هو الألمونيوم؟ أم أنه النحاس؟ هل هو الذهب؟ أم أنه الحديد؟ أحسنتم أبناء الطلاب بالفعل إنه عنصر الحديد هنا أبناء الطلاب نصل إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن أكون قد وفقت في شرحه على الوجه الأمثل على أمل بلقاء جديد في دروس جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر